السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم يا أهل الخير في صباح الجمعة هذا نبدأه بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين البارحة يا إخوتي كنت مدعوا يعني من بين 150 شخص أو يعني شخص أو سيد يعني ناس يعني المهم إلى سهرة تعريفية عن عمل البولي في السويد الغرض منها يعني دعاية للناس تأتي وتتوظف عندهم لأنهم بحاجة لتوظيف الكثير البناء للبوليس في السويد يعتبر أكبر منظمة حوالي 30 ألف موظف وهم بحاجة إلى حوالي 20 ألف موظف خلال السنوات القادمة جدد يعني هذا اللقاء كان في كونس هولمان بالمركز الرئيسي للبوليس اللي كبير كتيرا ما كنتصور هو بهالضخامي هذا بكرونوباري كرونوباري اسمه المنطقة المهم لما وصلنا لهنيك استقبلونا طبعا كل واحد هويته وكذا دققوا دخلونا لجوه بعدين اجتمعنا بقاعة اجيوا المسؤولين اول شي اعطونا معلومات أمنية ممنوع التصوير ممنوع 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 كذا ممنوع الخروج كذا المهم انه مشان ما حدا يعني يغلط أي غلطة ركزوا على كلمة ممنوع التصوير نهائيا ولا أي صورة بعدين بلشوا يحكوا لنا عن عملهم الجنائي المخبر الجنائي الاقسام تبحون يعني شي ضخم ضخم جدا يعني في السويد طبعا البوليس وضعون ما هو سهل لذلك انهم بيحاولوا ان يكونوا مثل عيلة يعني كلها دلون 30 الف بيحاولوا يكونوا مثل عيلة واحدة او بالاقل على الاقل في مكان يعني في ستوك هولم بيحاولوا انه يحاحوا على بعض لانه مشان ما بدون ان الناس تتروق ووظيفة البوليس ما هي يعني اللي تعطيها المعاشي العالي كتير ولا هي يعني سهلة فبيخافوا انه يتركوا هدلون الناس الموظفين فبيديروا بالون عليهم شان يضلوا يعني انا بيحسوا انه هاي خدمة للمجتمع الشيء اللي كان يعني ملاحظ جميل جدا يعني انه كانوا كلهم تريفليا يعني حبابين لطفاء الضيوف اللي جاءوا يعني من كل مكان ما بنعرف شو خلفياتهم واللي يستقبلونا كان فيه بشاشي كان فيه لطافي انا لاحظت يعني بشكل عام يعني فيه طيبة بالموضوع يعني ما فيه انا هاد عم يكون الظاهر اللي ظهر يعني التعامل سهل ما هو صعب ابدا اخي بنظام ماشي هيك باي الطريقة نظام معقد جدا يعني السويد والدول هاي الدول اللي بتقدم كتير معقد الحياة فيها لانه الانسان محاصر من كل مكان يعني قوانين وفيه حرية وهذا هيك قال وهذا هيك قال وهذا اشتاك على هاد وهذا هيك بده رأيه يعني شغلي ما هي سهلة ابدا ابدا الواحد يمرئ اموره لما وصلت على كونغس هونمن وهي طلعة طريق اتذكرت سبحان الله ضغري اجل الزاكرة قبل شي 19 سنة من الان 18-19 سنة كنت رايح لهنيك بدي روح لمكان معين هو طريق هيك طلعة طلعة يعني طويلة فشفت واحد سويدي فسألته قلت له كيف بديروه على هاد العنوان قام قال لي هيك دلني بعدين لما مشيت انا ضليت طالع بالطلعة بدين سمعت صوت واحد عميل هاته راكد ولما لقيت اللي هاد السويدي راكد وراي كان وصل لنزلة تحت راجع راكد وراي قال لي انا اسف دليتها غلط وهو من هون لعما انا اتفاجأت كن جاي جديد من سوريا شو بدي يقل له بقلبي يقل له لك الله يطعمك يتجنة يا رب لك شو هاده ركد من اخر تطلعة لتحد مشان يقل لي يدلني عالطريق لانه خربر وعميل هات تطلعة بس محان الله جيت الزاكرة دغري هون المهم ضيفنا البوليس وعدنا وحكينا وشرحنا وقلنا له ان شاء الله نحنا نتعاوم معكم ندعو الناس يعني انه يتوظفوا من شاء مصلحة البلد يعني لما خلصنا هون النقطة كله الصوين لما طلعنا من الباب الخارجي طلعوا سيدتين مو صغار بالسن كبار فعملوا هيك اوه اخيرا صار فينا نصور موما كان ممنوع التصوير نهائيا داخل منطقة سرية ومنطقة امنية وكذا لما طلعوا من الباب قال اوه اوه اخيرا فينا نصور قد ما اصرنا متعودين على التصوير وين من الروح؟ بدال ما نطلع منصور واخر شي اريت نستفاد شي من الصور بس منجمحها وما منعفش ننسايفشها ما منقدر نرجع لها مئات الاف الصور فهيكا صارت فانا اضحكت قلت والله بدي اكلكم ياه تبع الصور يعني سبحان الله شلون الانسان بغير اطول ماسك التليفون بس بدي يصور طول الوقت ما بيقدير يبعد صور على الانستجرام على السناب شات على الفيسبوك على ما بعرف شو والله يسعد صباحكم بس حبيت صبح عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته